فطبعا الأفكار اللي بتدور حوالين المخدرات بقى والثقافة اللي بتدور حوالين المخدرات يعني هي لأسف يعني مش هنقول ثقافة سيئة هي ثقافة سوداء صحيح لأن كلها بتشجع على التعاطي تحت عدد كبير جدا من أفكار الوهم اللي احنا بنتدي نوثيها للولاد خد المخدرات هتخليك راجل وينكين ده القديم في الوقت تخذ بقى المخدرات عشان تركز عشان تبقى جريء عشان تعف تتخاني عشان تعف تجيب حقك عشان تبقى عندك مهارات اجتماعي تتعامل مع الناس والناس تحبك تبقى عندك قبول اجتماعي فللأسف هو ده طريقة التسويق للمخدرات مختلفة بالضبط طب يا دكتور معلش أولياء أمور يمكن يخافوا إيه اللي هيحصل مع ابنهم لما أنا كأم أو أنا كأب أبلغ يستندوه أنه عندي مدمن في البيت طيب ممكن كتير ناس بتبقى خايفة ابني هيتخذ مني إيه اللي هيحصل لأ طب نوضح بس عشان فعن هي الصورة يعني عند ناس كتير قوي الصورة مش مش واضحة أو مش فهمينها صح وكمان نوضح دور الصندوق بالضبط أولا إحنا مش بنبلغ بمعنى إحنا كلمة بنبلغ اللي بتوصل للناس لأ إحنا منتصل نطلب المشورة نطلب المساعدة والصندوق مش هيجي يأخد حد مكالمات سرية أنا عارف أن هي وطبعا إحنا أول ما نتصل بالخلط الساخر لعلاج الإدمان في قعدتين أساسياتين من إضمنهم لأي حد يتصل هي السرية التامة زي ما حياتك تفضلت وقلت والمجانية الكاملة أنا لا هسألك اسمك ولا رقمك القومي ولا هتطلب رقم موبايلك ولا أي حاجة أنا بس بعرف البيانات دموما هتقدم له الخدمات إزاي؟ يسمع منه؟ أنا بعرف بس البيانات الخاصة بالتعاطي المريض على فكرة من الشرط أن يكون المريض نفس هو هو اللي بيتصل ممكن يكون حد من أهله هو غالبا بيكون كده هو عادة نسبة الاتصال الأكبر طبق الأحصاد بتيجي من خلال الأم فأنت عندك كام سنة بتعاطي إيه؟ ساكن فين؟ عشان بس أقولك أقرب مستشفى لك لأن إحنا عندنا 28 مركز على مستوى الجمهورية فبوادي الأقرب مركز يروح هو اللي هيروح بنفسه هو اللي هيطلب يتعالج بنفسه أنا مش هروح أخده تمام؟ ومش هعالجه بالعافية لازم يكون عنده إرادة ورغبة أنه يتغير من جواه يروح المستشفى يخضع لعملات العلاج كله حسب إرادته طيب المستشفى بتاعتنا أو الشريكة لخط الساخن لعلاج الإدمان إحنا عندنا نتعاون معالج تيجر جدا 16-0-23 متاح 24 ساعة طول أيام الأسبوع المستشفى اللي بتشتغل معنا جهات شريكة 28 مستشفى ومركز مين اللي بيرد على التلفون؟ دكتور نفسي؟ أخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي مؤهل للعلاج يمكن إحنا الكوايد البتعاتنا دلوقتي اللي في الصندوق كمان مؤهلة بشكل كبير جدا بسبب الدبلومات والتعاونات اللي بعملها مع الجماعات المختلفة يمكن إحنا كنا في صدد تخريج الدفعة الخمسة من دبلومة علاج الإدمان اللي بتتعمل مع كلية الأدب قصمة المستشفى وفيه تيما نصات سوشيال ميديا برضو بالناس بتتجاوب عليها؟ طبعا إحنا عندنا الصفحة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وعندنا كمان الصفحة الرسمية لسندومك في حتوى علاج الإدمان وكمان هو الرقم ده لو اتصلت هتلاقي خدمة المشهورة وكمان لو دخلت وعكاة روحت الآراء بمركز هتلاقي ناس متخصصين سواء قصائين أو أطباء بيحصل معكباء أو ما توصل المركز اشتركوا في القناة